في طار الفتاح منتدى صحراء للحوار وثقافات على مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية سيما هيئات الحكامة قام وفد عن المنتدى بزيارة عمل لمقر مؤسسة الوسيط بالرباط قصد الفتاح على هذه المؤسسة الدستورية لتدارس مجموعة من القضايا ذات الصلة بمهام المؤسسة في علاقتها مع فعالية المجتمع المدني في أفق تعزيز سبل الشراكة تندرج هذه الزيارة الوفد منتدى صحراء الحوار وثقافات للهيئات والمؤسسة الدستورية ممتلا بفروعه الجهوية ومكتبه الوطني لتعريف عنها على هذه المؤسسة التي نعتبرها مؤسسة رائدة في مجال الوساطة المؤسساتية وبالتالي حتى يتم تنزيل العمل المشترك الذي يربط المنتدى بمؤسسة الوسيط المملكة تنزيل هذا البرنامج المنتدى على مستوى جميع جهات المملكة حتى يتصنى للممتل الفروع الجهوية على الصعيد الوطني الاشتغال مع مندوبي ومندوبيات مؤسسة الوسيط المملكة من جهة الداخلة إلى جهة طنجة لتعريف وتعطير فعالية المجتمع المدني حول دور هذه المؤسسة في دور الوساطة المؤسسة ودور هذه المؤسسة الدستورية من عمل المجتمع المدني تعطير المواطنين والجمعيات للتوجه لهذه المؤسسة لتظلمات التي يتعرض لها المواطنين أو الجمعيات في المؤسسات العمية والخاصة وبالتالي تعطير وتعبئة المجتمع المدني على الصعيد الوطني لتعريف بهذه المؤسسة التي كان أعتبرها شريك أساسي بالنسبة للمنتدى